السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عايز مافستا. ده بتعمل عليه اي تصميم انت عايزه. ممكن تصمات لوجو ممكن تصمات شخصية تصمات خاصة بيزنس. ممكن دعوات ممكن حاجات انستجرام فيسبوك وهكذا. كل عليك ان انت هتختار المأس اللي انت عايزه وهتلاقي عنده كمية كبيرة جدا جدا من التمبليت. حسب الموضوع اللي انت عايزه. وليكن مسلا هقول له ان انا عايز حاجات خاصة بالمدارس. ونعمل سيرش. هتلاقي جابلك تصمات كتير جدا تقدر تختار اي تصميم وتعمل التعديلات اللي انت عايزه. تغير تاكست الصورة زي ما انت عايزه. دي حاجات موجودة. العلامة دي معناها ان هو بفلوس. ممكن نختار مثلا حاجة زي كده مثلا. او اللي انت اضغط هيفتح لك بها ان انت تتعدل زي ما انت عايزه. من جنب هنا ممكن ترفع صورة. بتعمل ابلود للحاجة. بيقول لك لو انت عايز تهزي في البيتجراوند. ممكن هجي هنا مسلا انا عايز اغير كلمة معينة هدوس عليها واكتب اي كلمة نعايزة. وليكن مسلا هكتب او مسلا. عشي. سكول برضو تيجي هنا. وورك مسلا. او تكتب اسم المدرسة. فسهل جدا تعديل. هتلاقي هنا ابلود لو انت رفع حاجة. ممكن هنا في صور كتيرة. ممكن اي صورة تسحبها وتبدأ ان انت تحطها هنا. لو قفتها ممكن يعملك ريبليس للصورة. انا مش عايز اعمل ريبليس. احطها بعد كده اتحكم في حجم الصورة اكبر اصغر زي ما انا عايز. ممكن تقول له انا عايز صورة تانية مثلا زي كده تسحب. لو ممكن تعملها ريبليس بالشكل دوت او يبعلك الصورتين جمع بعض. انا كده عملت ايه ريبليس. الصورة ممكن تكبرها مثلا اه. ودول برضه ممكن تتعدل فيهم زي ما عايز. هتلاقي هنا تيكست اللي عايز اضيف اي تيكست انت عايزه. اه وتغير الكلام بس الموجود. مثلا بالشكل دوت. طبعا تقدر تعمل سيكت وتغير الفونت وتغير كل حاجة اللون بتاع التيكست. زي ما انت عايز. كل الحالات اللي انت عايز تعدلها تقدر ان انت تعدلها بصورة. وبعدها تقدر تعمل اكسبورت للرسمة اللي انت عايز.